السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وقال أنه بالتنصيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تقرر إلغاء القمة الربعية التي كان لها أن تنعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الثامن عشر من أكتوبر على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وسقوط مئات الضحايا والشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف ترجمة نانسي قنقر